القرار التي اتخذها رئيس الجمهورية باعتماد 8 ماي كيوم موطني للذاكرة وإنشاء قناة موضوعاتية تهتم بالذاكرة والتاريخ تبين إيرات الدولة على حماية وصيانة هذه الذاكرة وتبلغها للأجيال القديمة الهدف من هذه القناة هو أول حاجة نحاول نعرف نساهم في كتاب التاريخ وتدوينه كذلك نحاول باش نكشف كل الجرائم التي ارتكبها المستعمل الفرنسي بدة 122 سنة سنة من تقتيل تهجير نفي تعذيب كذلك نحاول باش نخلق منها فضاء للترويج للتراث عن المادي ولا المادي وكذلك نعتبرها كنافذة باش نعرف بالتاريخ تعنا الشبكة البرامجية فيها برامج الأطفال خير خالف لخير يسرف برامج الأطفال يعني نحاول كيفاش نبسط المعلومة التاريخية ونقدمها للتفل كذلك عندنا برامج خاصة بالشباب مثلاً هي لنا تحدث داريخ كيف الشباب تعني يتحدثوا يأخذوا موضوعات مختلف المواضيع لتهتم بالذكرة تعنا وينقشوها مثلاً الباحثين أطروحها للنقاش لاحظ بأنها كثير من الباحثين قاموا بأطروحات جامعية ولكن ما زالت في الرفوف إحنا القناة تخرجتها للوجود وحاولت باش نحي على الغبار ونعرض إحنا دكاتيرا ويحاولوا باش نقشوا معنا الأطروحات متاحة كذلك يعني في الشبكة البرامجية خصصنا فضاءات للترفيه ولكن بطريقة نحاول نقدم نبدأ التاريخة بطريقة والمعلومة التاريخية بطريقة بيداغوجية باش يستوعبها ثاني كذلك المشاهد هي أعرف تاريخك عددنا برنامج سنطلق يوم السبت في المناسبة الثمانية ماية برنامج يعني مفتوح كان صباح الذاكرة اللي سنتكلم على الذاكرة ونتكلم على الحدث هو ثمانية ماية ثمانسة واربعين العشية من الوحدة حتى الستة مقاربة موضوعاتية ونحلل دور الإبداع في تبلاغ الذاكرة الجماعية إذن قدرنا ثمن محاور رايح وكل محور راح يكون في شكل حصة هذه العشية وفي الليل راح كان فيه برنامج خاص ذاكرة وتجماع ونتين كذلك في ساعة واربع هو نتكلم على أحداث ثمانية ماية راح نخلقو منصة تفاولية لها كل أرشيف سمع البصري تحت التليفيزيون باش نخلق علاقة كما قلت لنا علاقة وطيدة بين التليفيزيون الأرشيف تحت التليفيزيون كل ما هو أعمال موثقة يعني تاريخية مع البحثين وكذلك القناة راح تساهم مثلا كذلك في نقطة جوهرية هي كيفاش إنشاء مهرجان الفيلم الوثائق التاريخي سميناه ويسام الذاكرة هذا أول حاجة باش نشجع الإنتاج تعال فيلم الوثائق التاريخي وكذلك ربما نخلق هذه فرصة اللي راح تكون حنا إن شاء الله قلنا ربما العام الجاية الثمانية ماية الجاية يكون انتلقت على المهرجان هذا وكذلك نخلق فضاء وين يتلقوا فيه المنتجين البحثين بؤرخين كذلك نخلق ورشات كيف ننتج الفيلم الوثائقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر